براند جديد في السوق يعني منافسة أقوى والسعر أقل وإحنا بنشتري شاشات المراجعة في العروض اللي فاتت اتفاجئنا ببراند جديد اسمه روا براند روا تابع لتيسيل وزي ما كلنا عارفين انتيسيل هي الشركة العالمية رقم 3 في تصنيع تلفزيونات بعد سامسونج و LG يعني هتاخد منها جودة تصنيع محترمة جدا وضمان محتر الضمان ده في روا الفلبين مثلا من تيسيل مباشرة وفي رواب انجلاديش الضمان بيوصل لخمس سنين على الشاشة اتأكدنا من تيسيل لمصر ان روا من انتاج تيسيل لكن الضمان مع اتصال مش يونيون اير ضماننا سنتين كاملين من اتصال على الشاشة كلها من عمر افتراضي سنتين لتوفير قطع الغيار بعد انتهاء فترة الضمان يلا مع بعض نعمل مراجعة لشاشات روا مميزاتها وعيوبها ورأينا فيها يلا بينا في البداية جربنا روا 32 بوصة وعجبنا الاداء جدا علشان كده قررنا نشتري روا الخمسين الفوركي ونجربها كمان مع بعض ده شكل الكارتونة من بره عليها براند روا 4K Ultra HD TV الاي اي الخاص بتي سيل اندرويد تيفي اي بي كيو الزكاء الاصطناعي الخاص بتي سيل مايكرو ديمينج لتحسين الاداء والتعتيم الجزئي جوجل اسيستن مساعد جوجل لبحث الاوامر الصوتية وتحت خمسين وبعض البرامج زي جوجل بلاي نيتفليكس برايم فيديو وتيتشانل والكاست والبلوتوث مع صورة كبيرة طبعا للوجهة الرسمية للاندرويد في جنب الكارتونة روا تاني 4K Ultra HD اندرويد تيفي خمسين وسنتين الضمان من اتصال اخيرا QR كود تعليمات النقل والتخزين وفراند اللي هو الشاشة من قدام الجنب التاني بيظهر فيه رقم الموديل 50K 625 الوزن والابعاد والسيريول نابر كمان عنوان مصانع روا وميد ان ايجب تعليمات الفتح وسهم فراند او الشاشة من قدام واندرويد تيفي موجودين على الكارتونة من فوق يلا مع بعض نستعرض المحتوى ده شكل الشاشة من قدام باطار عادي للأسف مش فريملس براندرو مكتوب في نص الشاشة من تحت وتحت منه زرار الباور وليب المميزات في اعلى الشاشة على الشمال ده شكل المانول وشهادة الضمان وضمانه زي ما اتفقنا سنتين ضمان على الشاشة كلها غير الشاشة والضمان عندنا مصامير التسبيت ريموت حجارة الرموت لاحظ ان حجارة الرموت نفسها تي سي إل والرموت بتاعنا هنا في روا هو نفس رموت تي سي إل اللي شرحنا قبل كده في مراجعة شاشات تي سي إل الفرق الوحيد انو مش مكتوب عليه روا ولا تي سي إل ده شكل الشاشة من قدام ده ضهر الشاشة بتاعفيل محترم كعادة تي سي إل وفي النص في روا والموديل وميدن إيجا على اليمين هنلاقي كابل الباور وهو المدخل الوحيد في الناحية اليمين ومثبت في الشاشة ما ينفعش نفسه على الشمال كل المداخل والمخارج الخاصة بالشاشة الـ USB 2 مدخل الـ LAN أو الانترنت الأرضي HDMI 1 يدعم 4K ويدعم مخرج الصوت ARC أو Audio Returned Channel مدخل HDMI 2 يدعم 4K بعد كده انترنت الكابل الأرضي مدخل الـ Receiver أو Satellite مخرج صوت Digital الـ HDMI 3 ويدعم 4K USB 2 مدخل الـ AV أو الوصلة السلسية وأخيرا مخرج الـ Head 4 دي كل المداخل والمخارج للشاشة وكلهم على نفس الناحية الشاشة بتبدأ بـ Brand Roa وبعد كده عددات الأندرويد اللي كلنا عارفينها اختيار اللغة والإعداد السريع مع الموبايل بعد كده شبكة الـ Wi-Fi بعد كده تسجيل الدخول لـ Google Play بعد كده شروط واتفاية الاستخدام اللوكيشن وتحسين الأندرويد اختيار اسم الجهاز اختيار البلد بعد كده بنعمل بيرينج علشان نربط الرموت بالبلوتوث عشان الأوامر الصوتي عن طريق الـ Home ووكي لمدة 3 ثواني والربط سريع جدا أخيرا واجهة الأندرويد الرسمي دي قيمة السورس او الـ Input اولها تيفي او ساتلايت او ريسيفر الداخلي بعد كده التالية الـ HDMI بعد كده الـ AV Streaming channels الـ Media Player والـ Home اللي هو الأندرويد يلا مع بعض نقيم الصوت والصورة لشاشات رو البداية مع القنوات العادية مجد قرآن كريم الألوان كويسة وزاهية ومشبعة مفيش تقطيع مع ان القناة طبعا HD الصوت كمان كويس ومفوش مشاكل قناة تانية HD مصر قرآن كريم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر برضو الصورة كويسة مفيش أي مشاكل طبعا قنوات الـ HD الصورة أحسن عندنا مثلا On Time Sport صورة أحسن بكتير من القنوات العادية وبرضو الألوان كويسة ومعندناش أي مشاكل موسيقى 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 دلوقتي هنشوف شكل الروعة 32 بوصة علشان له حد مهتم به ده شكل الروعة 32 بوصة وبنفس وجهة الاندرويد الرسمية وبنفس الريموت والاوامر الصوتية وشغالة تمام مفيش مشاكل وبالرغم من ان الوكيل بيقول ان الشاشات روى فيها اندرويد 11 لكن الشاشات باندرويد 9 وده اخر update ليها لحد دلوقتي ده شكل الظهر في روى 32 بوصة نفس التقفيل المحترم بتاع TCL ونفس المداخل والمخارج تقريب كابل الباور على اليمين لوحده وباقي المداخل والمخارج على الشمال USB 2 كابل انترنت ارضي انتنت الوصلة الارضية الريسيفر الداخلي الاوبتيكال ساوند او مخرج صوت ديجتال 2 HDMI ودخلة AV او الوصلة السلسي اللاحظ ان روى 32 بوصة و43 بوصة مساحتهم الداخلية 8 جيجا مع 1 جيجا رام لكن روى 50 وال55 4K مساحتهم الداخلية 16 جيجا مع 2 جيجا رام اداء روى عموما اداء متميز وحاليا هي افضل خيار اقتصادي لشاشات الاندرويد البوامر صوتية والمنافس القوي الوحيد ليها هو هاير علشان كده اشترينا شاشة هاير 32 وهنعمل مقارنة ما بين روى وهاير وهنشوف مين الاحسن في فيديوهات مراجعة هاير اللي هتكون معانا على القناة خلال اسابيع نرجع تاني لروى ودي الاسعار الرسمية لروى من الوكيل اتصاق واللي اكيد في اماكن كتير بتبيع اقل من السعر الرسمي زي موبايلاتي وبيتك ونون وامازون كلهم بيبيعوا حاليا اقل من السعر الرسمي لروى اخيرا بالرغم من ان السعر واداء روى هو الافضل في الفئة الاقتصادية لشاشات الاندرويد الا ان كل شاشات روى المتاحة في مصر حاليا هي اصدارات قديمة لروى وروى عندها اصدارات احدث وافضل من كده بكتير نتمنى نشوفها من خلال وكيل اتصال في مصر استنوا فيديو مقارنة شاشات روى وهاير في مراجعة شاشات هاير وكبان مراجعة شارب الاندرويد ايو 7000 من سامسونج وغيرها كتير من الشاشات المتاحة في مصر تابعونا دايما على تي ريفيوز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة